اختتم حدث استثنائي هو أكبر مهرجان رياضي طرفيه في مصر والشرق الأوسط كان مهرجان العالمين طبعا كان فيه بطولات وفعليات دولية وعربية وأيضا محلية في هذا المهرجان يا جمال صحيح يا جزيخي نعرف حصاد مهرجان العالمين رياضيا من الناقض رياضي دكتور أطمان إبراهيم صباح الخير عليكم طبعا صباح الخير عليكم طبعا نقول المشاهدين لا أكيد حاجة جميلة أنا كنت متابعة كمان قبل الهواء على طول المراسل في العالمين والفكرة المنظر دايما أن البحر يكون وراك وأن أنت كل التقارير وكل حاجة بتعملها وفكرة البحر والرملة لها يعني دايما في السيف تفتح النفس طيب يمكن إحنا متعودين أنه عندنا مهرجانات في مصر بستبقى دايما مهرجانات سينمائية فنية غنائية حتى بس فكرة أنه يكون مهرجان يجمع كمان الفن مع الرياضة ده بالنسبة لنا مش يعني مش متعودين عليه حاجة جديدة شفت إزاي مهرجان العالمين الجديدة لو هنتكلم من الجانب الرياضي من ناحية المشاركة ومشاركة الرياضيين حتى الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة طيب خلينا نتكلم عن مهرجان العالمين نفسه وفكرة اللي هو الترفيه ترفيه شامل مش قصة فن بس ولا ترفيه بس أو فنون شعبية أو ثقافية لا كمان فعاليات رياضية بألعاب مختلفة مش حاجة واحدة حتى لو شفنا زي دولة مثلا مصر بتصديف بطولة أفريقية لكرة طائرة فخلاص انت عارف ان في لعبة الكرة طائرة بتصديف هذه البطولة لا انت بتعمل فعاليات مختلفة وكمان في مكان مختلف لان دايما الألعاب الشاطئية تختلف عن الألعاب العادية وزي ما قلت من شوية احنا في الصيف معروف الصيف يعني بحر ورملة فأنت لما تجمع بين المنظر أو الفيو اللي بتشوفه البحر ووراق البحر المتوسط طبعا والرمال والشاطئ الموجودة الشاطئ العالمين الجديدة والانشاءات الضخمة المعمولة وتعمل فعاليات رياضية مختلفة بمشاركات متنوعة ما بين النجوم محليين كأنها سياحة داخلية ما بين نجوم عرب فبالتالي سياحة إقليمية للمطار العربية وكمان نجوم عالميين فيبقى السياحة الدولية يعني بتتشمل للعالم كله ممكن إحنا كان بقالنا فترة أو يمكن زمان ما كانش عندنا موضوع مفهوم السياحة الرياضية يمكن أنا فاكر كان فيه جامعات ندوة بدكتور أشف صبح وزير شاب ورياضة وكنت بكلم معي وعند مصر ليه بقاش عندها بطولة دولية في التنس زي بنشوف بعض دولة عربية لأن التنس تحديدا لها جمهورها وبنتجزب كمان سياحة سياحة الرياضية بشكل كبير فاللي عندنا فكرة إن شاء الله في المدسة قبل هنعمل حاجات من دي فعالم علمين أو مرجعان علمين الجديدة يعني بلور الموضوع ده فكرة السياحة الرياضية فيه أنواع سياحة كتير منها سياحة الرياضية إزاي بتيجي السياحة الرياضية تمتي بطولة جودو كمان اه بطولة الشيطة بطولة عربية للجودو فيه أول حاجة بداقت بطولة التكبول والتيكبول دي حاجة شبه تنس الطاولة والكورة كانت ترابيزة شبه تنس طاولة بس فيها كيرف شوية. وبتلعب ممكن واحد قدام واحد او اتنين قدام اتنين. وجي فيها نجوم عالميين. ممكن دي كانت اول فعاليات العالمين الجديدة. اللي بقى تخلي ناس تبصوا وتشوف اللي بيحصل. ودي كانت اول مرة في مصر كمان. اول مرة تمام في مصر. والتيك بول كمان ممكن تعملها في مكان زي هنا كده في استوديو او في صارع. بشكل مغلق وفيش مشكلة. لكن تعملها وهقولك تاني المنظر بتاع البحر وراك. انت شايف تربيزة والناس تلعب والبحر. اه يعني يعني ده يعني مشهد نادر حد يشوفه ويفتح النفس فعلا. يعني اللاعب في مدرجات الجمهور بيتفرج بيستمتع باللعبة. يستمتع بالاجواء. اللاعبين كمان بيستمتعهم. اكيد طبعا. شكل كبير جدا. بعد التك بول كان في كمان البطولة للكرة القدم الشاطئية. وزي ما قلت من شوية الالعاب الشاطئية بتاعة مختلفة. ليها رونة مختلفة عن العاب العادية. ففي كرة قدم الشاطئية اللي هو رملة. والناس اللي احنا كنا زمان نلعب على الشط. لا بقت لها لعبة موجودة رسمية. ولها منتخبات والتحادات. اه وكان طبعا فيها معظم نجوم الكرة المصرية. وكان في تقرير استعرض من شوية عن اللعبة دي او اللي حصل في العالمين. اللي كرة القدم الشاطئية. ورضو دي تجزب السياحة الداخلية. خلت الناس تشوف النجوم القدام بتوع منتخم مصر وتفرجوا عليهم. وكانت المنافسة شرسة جدا. كمان يعني موضوع ما اقتصرش على كرة قدم وتيك بول. اللي برضو تيك بول فيها كرة. بطولة البدل الدولية اللي اتعملت. ودي بطولة انا شايفها مهمة جدا. لان لعبة البدل انتو اكيد واخدين بالكم والناس كلها اخدى بالها. بدأت تاخد شهرة كبيرة اول فاترة. اه. في كل الاندية ومراكز الشباب والاماكن بقت في لعبة البدل موجودة. وزي ما كنا بنشوف دايما الحجز كورة. بقى فيه دلوقتي حجز بدل. اه. والناس بيتعرفها السعب كزا وروحوا اصحابها مع بعض ولعبوها وعرفوا قواعد اللعبة. الاجمل ان احنا في مصر هنا قريب عملنا بطولة البدل في العسام الادارية جديدة. وتم اعتمادها بطولة دولية سنوية. يعني كل سنة هتتعامل. بعد طبعا النجاح الكبير الحقيقة والنسخة الاولى منها. عملنا نفس الفكرة بطولة البدل ولكن في العالمين. هرجع اقول تاني ان الفيو مختلف. ان انت لعب لعبة البدل لكن حاطة الصالة او مكان اللعب الارينة بتاعتها. والبحر وراك. وانت شايف البحر الجمهور قاعد يستمتع. اللعبة بيستمتعه. جبت لعبين من كل عنه العالم. عشان انت بطولة دولية بطولة البدل الدولية. وان شاء الله اعتقد انها تستمر زي بطولة البدل في العسامة الادارية جديدة. طي. صهرة حلوة على البحر زي ما حضرتك قلت في اجواء جميلة. وفي نجوم الجيل الدهبي كانوا مشاركين من خلال الكرة الاشياطائية. وعملوا حالة من المنافسة. احنا كنا موجودين هناك وشايفين الماتشات وهي بتتلعب كأنك بتتفرج على منافسة كأنك بتتفرج على دوري. اه وقد دي الموضوع بجد. بنفس الحماس ونفس الجدية وعصبية عصام الحضري وواف يعني. اه ومستاقتل فعلا نرافض. اهمية وجودهم ايه في مهرجان العالمية. هرجع اقول لك تاني اي حد في النجوم المجتمع سواء نجوم كورة او فن. ما بين العالمين يعني شملت الجزئتين دول. دايما النجوم ليهم او المشاهير ليهم دور مجتمع مهم. ان انت بتنقل الصورة وتنقل الحدث ان انت تنقله للناس اللي قاعدة في البيت. انا ما يكون قاعدة في البيت مش موجود هناك. اقول له لا تعالى وشوف المنطقة كويسة. الجو حلو. اه لاجواء رائعة. هتجد استمتع بأجازتك. لان انت اي حد انك مرضو الفقرة الفاتكة ما كانوا عن الاجهزات والناس تفصل في شغلها. اكيد احنا سروح مكان تروح تتبسط وتفصل عن الشغل وضغط الشغل وضغط العمل كل فترة من الفترات. احنا الحمد الله بلدنا مصر فيها اماكن كتيرة يعني مش بس العالمين. بس احنا الاسف يعني ازا بقوله كده زمر الحقيقة احنا مش مدركين. اه قيمة الاماكن عندنا الرهيبة. مصر فيها اماكن حلوة جدا جدا جدا. من شمالها لحد جنوبها. ومن شرقال لحد غربها. بس احنا ما عندناش هزيز ثقافة ان احنا نتعمق شويه في السياحة الداخلية واعتقد لو اي حد فكر من الناس اللي بتلف في العالم حتى لو دخلوا و شايفوا مصر الاماكن كلها. هلأ كل اللي موجود في العالم. كل موجود عندنا في مصر. وع salud فكرة بل لفلغة كل انواع السياحة موجودة عندنا. كل انواع الشواطة موجودة عندنا. حتى اللي سياحة الطبية موجودة.chediner. وعشان نحس بقيمة الكلام ده نشوف ردود افعال الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر أو ليجوا مصر باستمرار لأي نوع من أنواع السياحة دي بقى نوطة تانية مهمة عشان الناس تقولك إيه طب أنتوا بتعملوا كل البطولات دي وكل الأحداث دي وكل التكاليف دي هنكسب إيه لا هتكسب كتير لما يكون فيه نجوم كبار موجودين عندك وينزل صور أو ستوريز أو أي أن كان أو تفر على السوشيال ميديا بتاعته ويحط اللوكيشن بس أنا كنت في العالمين الجديدة الناس غيره المطابعين بتقع هشوفوا المكان هشوفوا الصور هينبهروا الموضوع يبدأوا ييجوا تخيل أنت عشان توصل للمرحلة دي بره عشان تعمل دعاية ليك بره عشان تعمل إعلان أو فلاير أو بروشور تعالوا العالمين الجديدة وفيها واحد اتنين ثلاثة لا مش هتوصل زي ما يكون واحد مشهور أو معروف وليجوا مهوره بنزل صور لي أو فيديو وهو بيعاب لامة معينة أو بيستمتع بالجو ويقول تعالوا شوفوا الجو عامل كذا دي بيبقى لها إمباكت أو تأثير أعلى بكتير جدا جدا من أنه ما عملت دعاية أن الطبيعي وانه ما عملت تسويق لنفسي في حاجة أكيد هفخم في الحاجة وهذكر إيجابيتها لكن زي ما أنت قلت ما يكون واحد أجنبي وجاي بلد مش بلده ويجي يبهر باللي شافه وبمبهور بالمناظر وأنه بيلعبوا البحر وراه والصور اللي بياخدها والأنشاطة الترفيهية اللي بيمارسها وكل دي ينشره عنده على حساباته دي دعاية لا تقدر بثمن أعتقد هيكون لها نتائج إيجابية في المستقبل أشكرا بقول السياحة الراضية نطاق مهم في السياحة ولابد أن نحن نركز عليه في شكل كبير الفترة اللي جاية كمان خلي بالك جو مصر تحديدا أنت في نص العالم حرفيا مصر ربنا يعني مديها موقعها في منتصف العالم أتمنى كمان الفترة اللي جاية نركز أكتر في كل الأنشاطة الراضية والسياحة الراضية وأنك تجيب فرق عالمية يجوا منه ساداتهم هنا توفر بقى إمكانيات وحاجات لا وعندك أماكن كتيرة جدا جدا وأجواءها سواء في الشتاء كويسة وفي حاجات أجواءها في الصيف كويسة تستغل هذه الإمكانيات عشان ننمي هذا القطاع والسياحة الراضية أعتقدها بقى ليه فرق كبير جدا جدا في السنوات اللي جاية إن شاء الله بكل تأكيد خليني أعرف برضو من حضرتك مدى نجاح مهرجان العالمين الجديدة ونحن نتكلم طبعا من الخلفية الرياضية مدى أهميته بالنسبة للترويج للسياحة حتى يمكن الشركة المتحدة هي لعبة دور كبير جدا في الترويج لهذا المهرجان عن طريق أنها كان في نجوم أجانب موجودين حضرتك تكلم على التاكبول كانت موجودة ناتولي جيتلير ناتولي جيتلير هي واحدة من أكثر من 10 اللعبات في اللعبة بالضبط ومن مؤثرين على حتى مواقع التواصل يمكن حتى اللي عارفها عندها أكثر من 2 مليون متابع وعلى علاقة جيدة جدا بأهم وأشهر لعبة الكرة في العالم كله وشفنا حتى يمكن المنشورات اللي هي نشرتها عن العالمين الجديدة على فكرة حتى بعد ما مشت لأن أنا واحدة من متابعينها فأنا شفت المقاطع اللي كانت بتنشورها حتى بعد ما رجعت كمان بلدها والناحية التانية شايفين كمان فكرة البداية بين جوم الكرة والجيل الدهبي يا صامر حضري حسام غالي أحمد حسن فضل وقل رياض ناس كتير قوي والناس كانت بجد عايزة تشوفهم فشايف لأي مدى المهرجان نجح رياضيا لو نكلم على الترويج تحديدا لا مدى كبير جدا جدا لو نكلم على سياق النجاح أنت لسه إلى دليل النجاح أنه يكون حد مش مشهور جدا جدا في مجاله أو في لعبته وعنده فودورز كتير جدا وبعد ما مشي الرحلة مأثارة فيه بشكل إيجابي لدرجة أنه هو بينزل كل شوية سور وفيديوز من اللي سجلها خلال توجوده في العالمين على نفس النطق لو نتكلم في السياحة العالمية أو الدولية أو السياحة المحلية أو الداخلية كمان السياحة العربية مثل شوية قلنا بتقول تجوده للعرب الناس تقول لك أهمتها إيه لأ مهمة جدا لما أنت تجيب حوالي 18 دولة عربية موجودة في مصر نفس الفكرة والمنطق لما الاتحادات بتاعتهم واللعيبة بتاعتهم يقولوا إحنا رحنا لعالمين الجيدة وشوفنا واتبسطنا وجو جميل بأوتوماتيك الكلام ده كله دعاية يعني بشكل غير مباشر ولكنه مهم إحنا كلنا لو حدي فينا راح مكان وعجبه بيعمل إيه بيقول له أصحابه وقال له قريبه ده أنه رحت مكان كذا واتبسطت فيه وكذا وشفت الأماكن ولما تروح هناك لازم تشوف كذا وتشوف كذا وتعدي على كذا وتعمل للرحلة فهو نفس الفكرة بتنقلها وعلى فكرة الدعاية دي أقوى بكتير بكتير من كل الدعاية المدفوعة في الإعلانات فلو أنت بتكلم في نجاح في الترويد للسياحة لا نجاح بيعتبر نجاح باهر في ظل زي ما قلنا من شوية سياحة داخلية بنجوم ورموز الرياضة سياحة عربية باستقبل بطولة بعد الجودو طولة عربية فيها أكثر من 400 رياضي من 18 دولة عربية سياحة دولية ألعاب مختلفة كلمنا في التيكبول كنا في البدل كان في تجديف كان في ترايثالون كان في رياضة المحركات نتكلم في 4-5 رياضة مختلفة ومتنسبة مع طبيعة وجود الرمال والبحر وبتعملها بشكل مختلف وبطبع مختلف لو تفتكروا زمان مش من زمان قوي يعني كان بطولة سكواش بتوعات فترة كنتلعب نسخة منها في البحر الأحمر في جزيرة في وسط البحر صورة الملعب اللي في وسط البحر أصبحت صورة دسمية للتحاد الدولي للسكواش ده ليه؟ عشان الناس فكرت وقررت وعملوا فكرة نموذج أنك تعمل ملعب السكواش بمدرجات متركبة في وسط المياه على جزيرة المنظر مبهر الشغل لسه يقولك ده في البحر الأحمر وعندك العالمين في البحر المتوسط لأ أنت عندنا أماكن كتيرة فعلا غنية ونقدر قطاع السياحة الرضية نلعب عليه كتير جدا جدا في فترة جاية لأ هيفر معنا بشكل كبير وزي ما قلنا رياضيين مشهورين جدا بره لو تفتكروا بيبجي ورديولا جي مصر قريب سحيح وتقالي ساعتها أن كان معروض عليه ثلاث أو أربع دول لكنه اختار مصر ما اختارش مكان تاني وعينه راح لأسر وأسوان في عز الصيف كمان ما جاش مثلا في فوقت الشتاء زي ما راح لأسر وأسوان في الشتاء فلك أنت تخيل تأثير كل صورة بينزلها عامل إزاي فدي نقطة مهمة جدا جدا أننا نلعب على الدعاية دي مهما كان تكلفتها هتبقى أقل بكتير منك تعمل دعاية بره وكمان تأثيرها الإيجابي بيكون أكبر بكتير من الناس جات وعاشت وشافت وعصرت المكان وشافت الأجواء وزي ما قلنا هينقلها بكل أمانة إن هو شاف واتبسط وزي ما قلنا دي مهمة جدا جدا بعد كده واللي عاجبني أكتر فكرة الفيو حلو جدا وإن أنت ما عملت الشراء ده أو اتنين كممكن بكل بساطة الشركة المتحدة تركز على لعبة أو اتنين مشهورين لأ عملت ألعاب مختلفة وكأنك بتجمع كل الألعاب الممكنة لتتلعب على الشواطئ أو البحر عشان توصل لتأثير إيجابي كبير جدا جدا أعتقد سيمارو هنقتيها قريبا جدا وأنا بضم صوت الناس تقول لك كمان ليه ما تمشي مهرجان في الشتاء بنفس الطريقة ويبقى فيها ألعاب أخرى على النطاق الرياضي بشكل مختلف لا أعتقد هيبقى لها بعد كبير جدا جدا وأتمنى بقاش في العالمين بس أتمنى تكون موجودة كمان في أماكن أخرى لأن مصر بلدنا جميلة وفيها أماكن كتيرة متميزة زي ما قلت من شوية من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها عظيم دكتور أسماني أنت بتقدم نفسك لعالم أنك متفوق رياضيا ببناء من التكلم فقط على الجانب الرياضي وده مهم جدا أعايز أعرف منك إنعكاساته إيه على الرياضة في مصر دي بقى أدنوطة برضو مهمة جدا خلالنا نتفق أن زابولو العقل السليم في الجسم السليم فأنت عندك إحنا أكتر ممئة مليون والقطاع الشباب هو أكتر قطاع موجود في مصر فده ثروة وفي نفس الوقت قم بينا موقوطة لو الشباب ده ملقاش شغله ورياضة تشغله ممكن يحصل أي إنحرفات ولشان كده بقولك الرياضة ممارستها مهمة فلما أنا شوف فيه إمكانيات أن أنا أروح ألعب بدل موجودة ملعب كتير مش لازم كرط القدم يعني طبعا أنا هي كرة اللعبة الشعبية الأولى لكن لما عن تشار اللعب الأخرى وشكلها مختلف فكرة المحركات والسيارات وفيه ناس بتحب موضوع السيارات ده جدا طبعا ساحة السيارات وبقى فيه مسابقات وتقدر تخش فيها وتمارسها أي حد بيانشغل بالرياضة أولا بتحافظ عليه نفسيا وجسديا وبدنيا فده نوع مهم جدا برضو إن انت بتخلي الشباب كل واحد نفسه أو بتنمي عنده لعبة يحبها يتعلق بيها يروح يمارسها حتى على سبيل الهواية مش حسب سبيل الاحتراف فده برضو أمر فغاية الأهمية إنك بتحافظ على شبابنا بالنقطة دي إنك العسام الأدارية الجديدة في الفترة الجاية هنشوف أكبر ملعب كرة قدم في مصر المدينة الرياضية مدينة مصر الدولية وإن إحنا بنتكلم إن إحنا إن شاء الله في المستقبل القريب ننظم بطولة كبيرة زي دورة العابة الأولمبية لا ده كلام كبير وأعتقد فرصة لشباب مصر اللي هو الشباب النشق دلوقتي اللي طالعين لما الموليد الألفنات خليوا بالكم أنتوا راحين على مرحلة مهمة جدا جدا مصر تستضيف فيها حاجات قوية جدا جدا انتشروا في كل الألعاب مارسوا كل الرياضات واحترفوا فيها إن شاء الله الفترة الجاية مصر يكون في حتة تانية على النطاق الرياضي وأعتقد إن إحنا شايفين طفرة رهيبة مش بس في موضوع العالمين لا طفرة رهيبة في البنية التحتية الراضية في مصر بشكل كبير في ألعاب مختلفة واهتمام رائع صراحة فكل ولد أو كل بنت من الشاب الصغيرين يهتموا بالرياضة سواء حتى على سبيل الهواية واللي أنا بقوله اللي أنت لا يحترف فيهم أو ياخد لعبة باحترافية لا هتلاقي لك مجال نجاح أو فرصة نجاح كبيرة جدا جدا مش على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الدولي في ظل توفير الإمكانيات المهمة لتنمية المواهب وإن أنت بعندك أبطال كبار في كل الألعاب يعني انطلاقا من النقطة دي تحديدا أكيد يعني الترويج للسياحة بشكل عام مختلف برضو السياحة الرياضية لازم يكون لها ترويج بشكل معين ولازم يكون البلد المضيفة لازم تكون مؤهلة بشكل معين مختلفة عن نوع أي نوع سياحة تاني شايف حضرتك إحنا إزاي نقدر نبني على نجاح مهرجان العالمين الجديدة إيه اللي إحنا لازم نكون سبقين فيه إيه اللي إحنا نحطه في عين الاعتبار عشان نقدر نبني على النجاح ونحافظ كمان عليه أعتقد هم نقطة مهمين الاستمرارية والتطوير إن أنت مكون حاجة عملتها ونجعت فيها بشكل قوي جدا جدا تكمل على هذا النجاح فديه الاستمرارية النقطة الثانية ننتقل إليها هي التطوير إحنا مثلا عندنا 8 أو 9 فعالات راضية لا ممكن نقطر الأعلاب الراضية المتناسبة برضو مع طبيعة المكان السنة دي يشارك مثلا في التيكبول مثلا 60-70 واحد لا السنة جاي نخليهم 100-120 واحد كان فيه 3 أو 4 مشاهير نحاول يوصلوا 8 أو 9 مشاهير يعني نطور الأداء الموجود بتاعنا أطور إزاي؟ أتوسع في اللعبة أقطر عادة مثلا التيكبول الترابيزات هنكترها عشان يبقى فيه منافسة بشكل أكبر في عدد هيجي أكتر نفس الكلام من جودو كالبطولة عربية ممكن نفكر في البطولة دولية الألعاب إزاي بتاع تجودو موجودة في صالة لو في صالة العالمية للعاب طبعا دي بتسع ألعاب كتير لما مشارط جودو ممكن تلعب ألعاب أخرى تجيب كاراتيت تجيب مصارعة تجيب ألعاب تانية برضو يبقى بوعد جديد خلال الفترة الجاي فإحنا محتاجين استمرارية في تنظيم هذا الحدث وتطوير الحاجات اللي حملناها سواء التطوير الألعاب اللي فعلا كانت موجودة أو إضافة بعض الألعاب الأخرى وهرجع أقول تاني الفيو والمنظر العام هناك تحفة إنه هو بيبيع نفسه ويروج لنفسه إنه الملعب اللي بتلعب عليه خلفك المنظر البحر والموج والناس لا ممتع جدا سواء اللي بيمارس الرياضة ممتع كمان اللي بتابع هذه الرياضة فأنت بتكسب مش بس الرياضيين العالمين وبتكسب كمان الجمهور بيستمتع وبعد كده مش بقى بس نتكلم في جمهور بقى محلي أو جمهور مصري بس لا إن شاء الله نستقطب جماهير من برة عشان يبقى كده إحنا نشرتنا فعلا السياحة الرياضية الدولية في مصر عظيم مهم جدا أن أعرف إحنا وقفين فين بالزبط وبكل تأكيد في مهرجانات عربية ودولية رياضية ومنظوم أننا نقارنهم ببعض لأن مهرجان العالمين أولا مهرجان شامل ومتعدد فيه أنواع كتيرة جدا من الترفيس الثقافة سياحة فنشفنا تفاصيل كتيرة جدا مهرجان متعدد زي ما ذكرنا ومنها طبعا الجانب الرياضي وفي نفس الوقت دي أول سنة لمهرجان العالمين فإن يخرج بهذا الشكل بيؤكد نجاح هذا المهرجان لكن إحنا وقفين فين في الجانب الرياضي مقارنة بالمهرجانات الرياضية العربية والعالمية طيب السؤال حلو جدا بس أريد أن الشركة المتحدة معاناة المهرجان ده هي خادة الجانب الأصعب بمعنى كانت لسا جمالة بتقول من شوية ممكن نعمل بطولة عالمية في لعبة واحدة خلص ممكن هي لعبة واحدة وهركز فيها وده أمر طبيعي وهنجح فيها بشكل كبير لأن نمركز عليها الأصعب أن أنت تخذت التحدي أكبر أنك بتعمل مهرجان 52 يوم وكل أسبوع فيه فعالية رياضية مختلفة عن فعالية تانية ناس بتيجي وناس بتمشي تنظيم على الفكرة صعب جدا أنك تعمل ده لو هي حاجة واحدة أو رياضة واحدة فأنت هتمركز فيها هتطلعها بشكل مبهر جدا جدا ناس هتيجي في معاد معين هتفشي في معاد معين المنافسات لها جدول واضح وموحد وكان لكل لكن أنت اخترت الجانب الأصعب أنك بتخلص فعالية تخش في البعدي يعني بيجي فوق أجزم أني مفيش حد عمل مهرجان رياضي ترفيهي بالشكل ده في العالم كله لأنه أنا بتكلم عن المقارنات ممكن نقارن لعبة بلعبة أو مثلا بطولة في بطولة أقول لك إيه آه مصر لمنظمة كاسة عامل كورة اليد لو الناس أشادت به جدا العالم كله أشاد به لدرجة أن اليابان لمنظمة الأولمبياد جت بعتت وقف ده عشانشوف فاكرينه في النظام الفقاعة وأيام كورونا وكلام ده كله فأنت عملت موديل أو نموذج أبهر العالم الناس بيتمشي عليه بعد كده فاهم قصدي بس الموضوع كان سهل ليه؟ إنها لعبة واحدة أو منافسة واحدة فأنت عارف الناس هتيجي إمتى تدريباتهم إمتى لما النظام نكاسة عم أفريقيا لفين وتسعة عشر وبرضو كان تنظيم مبهر جدا جدا صحيح والناس كلها يعلم كله تكلم على هذه البطولة وكانت لقوه مرة بعادة منتخبات كبير ومع ذلك أنت نجحت فيه بشكل كبير نفس الفكرة في العالمين أنت عملت التحدي بس بشكل أكبر عملت ألعاب كتير جدا جدا فأعتقد النجاح كبير ولكن إن شاء الله التحدي الأكبر الفترة الجاية إن احنا نستمر في قامة هذا المهرجان وكمان إن شاء الله نتواره بشكل أكبر وتوقعه يكون فيه نجاح أكتر وأكتر إن شاء الله في 2014 أكتر من 2013 بإذن الله طبعا منشكر حضرت جزيل الشكر الناقد رياضي دكتور عثمان إبراهيم وارتنا في صباح الكريم شكرا لكم شكرا جزيل